السلام عليكم ورحمة الله وبركاته معكم وصفات وتدابير اقتصادية كما راكم نشوفو اليوم نشوفت لكم وصفة الكحك اللي نحتم محتم دعليه ونخدم به الكوموند اللي يطلبهم علي الناس الكحك كما راكم نشوفو يجي من السم ومعطل وفي الاخير الفيديو نقول لكم مش حارا ينبيعه للكيلو ويجي ما شاء الله كما نقولو احنا ترا ينفش فش الله الله عليه قبل ما نبدو الفيديو نصلو على النبي عليه ألف صلاة سلم ونقولو بسم الله انا عبرت بهذا العبر الكبير انتي عبري بالكاس ولا هكا باش نجي كمية كما نقولو انا هذي الكمية درتلي زوش كيلو تاع كحك اه درت عبر هاذك العبر غرفية هديك تاع حليب حليب لازم يكون اه فاتر مش يكون بارد ولا حاجة فتري فوق النار واخذ ميبه وزيت نفس العبر زيتها كما شكوم تشوفو اما هذا اه ما ثاني يكون فاتر اه والاه والخمارة غادين دير الخمارة غادين دير هناك اه شوفو حسب الجو ايلا كان الحمان ديرو غير مغر في ونص كان البرد ديرو زوش مغار في ونص تا خمارة ودرت السكر كما راكم تشوفو اه عبار تاني ناقص جو صباحة كاولا اه تاع السكر كما قلت لكم اللا بغيت وتاع عبرو بالكاس عبرو بادك الكاس تاع ام واليد رافي كل البويت عبرو به ديرو غادين دير الخمارة الخمارة انا درت في هاد الكمية راها كبيرة درت زوش مغار في ونص تاع خمارة الخبز كما ايلا عبرتي بالكاس ديري مغرف ونص ولاغين مغرف تكفي ونخلط هاد المكونات تمليح هادك السكر والحليب والماء والخمارة وغادين زيد معاهم كاس داع فارينا ونخليهم يسا خليهم كما نقولو احنا يتفاعلوا من بعدها عاد نولو المعطيرات اللي غادين عطروا بيهم الكحك التاعنا هاد هي وهاد الكحك احنا ايا في ولاية سعيدة نستعملون كما نقولو احنا دايما كاين الكحك هذا في كل المناسبات هكا يتقهوا بهم على الحشيات كوني خارجة يديري هادك بلات على الكحك الدين معاك في الجنازات في الاخر لازم الكحك يكون كاين هاد هي نخلط هادك المكونات نغطي عليها كما هاكا ونخليها تتفاعل ونبعد نولولها بالنسبة للعطور اللي ندينوهم في الكحك التاعنا لتاع الغرب الجزائري هنا بعد اللي تفاعلت هنا عندي حبة طيبة هادي مرحية غادي نديرها مرحية ونديرها ثاني حبات هنا عندي شنان وعندي زريحة البسباس وعندي حبة طيبة الشنان وزريحة البسباس بالحبة الطيبة قاعدت القوهم عند اللي بيع التوابل دولها عطيني شنان خمسالاف تجيب لك ما شاء الله جيبي خمسالاف حبة طيبة وشنان وزريحة البسباس هنا ثاني عندي قشور تاع الليمون ولا تشين هادو تاع البرتقال ثاني تقدري تديري تاع تشين وتعليم ثاني يعطيك ذكل البنة في الكحك في لامونا هادو المعجنات يبغو التاع طير قطريتها كي تدير فيهم تشين لزاس تاع تشين والليم هنا كانت عندي زيت حبة الطيبة ووشنان وزريحة البسباس مرحيين وحبات ثاني وزيت مبشور البرتقال ووضفت حبة بايد هاكم تشوفو هادو الكحك شوفو الريحة تاع الجوارين يشمو عندك الريحة ثاني اسرار من اسرار الكحك الكحك ما يبغيش ينتكل في نفس اليوم شوفو الكحك مدام ها كي ما نقولو احنا يقعد وهو يزيد يزيان هنا زيت واحدة خميرة كيميائية واحدة ونصف علبة خميرة كيميائية وزيت النصف هاختشعلاج عندي الكميارها كبيرة هادو تقدريت ديري حتى زوج خميرة كيميائية في هادو الكميار هاكا ونبدأ نزيد في الفارينة الفارينة اغرب ليها وخدمي كيميائها هاكا ذو كنا نفي هادو النا نستعمل اليد التاعي باش نعرف القوامة العجينة اللي نحوس عليه هنا لازم لي تكون عجينة تكون طريا وتتلسق في اليد باش يجيني الكحك ونسيتكم نزيد نصف كاس كاس تاع الزيت ما ذكرته ما شفتوني شكي درته كانت الكاميرا ما كانتش تطور درت النصف كاس تاع الزيت ما تنسوش الكاس تاع الزيت اهنا لاني ديري هادو الورق تعرن دايما نديرها في الطعام ديرها في الفارينة في السميد هاكا باش ما يكوز الناش وما يخسر الناش كترتها في الحمان ديرو فيه الورق الغار اهنا عني بديت نزيد في الفارينة كاميرا كما تشوفوا حتى اللي تحصلوا على الجينة تكون تتلاسق في اليدين غطيتها كاميرا هاكا وخليتها تخمر كي تخمر اللي نعاود نهود لها الاختمار تاحا نجيب حاجة فيها الزيت ونبدأ ندير في حبات نكوور في حبات الكح كما هاكا وخليهم تاني يريحوا لي واحدة عشرة دقائق ولا ونبدأ نخدم شوفوا إيلا كنتي محتام داتا هذا إلا بغيتي تخدميه كمشروع من الأحسن إنك توزنيه هاكا باش يجوك الحبات قح كيف كيف ومتساويين أنا الوزنة نديرهم 100 قرام هاكا يجوني قح كيف كيف إيلا كنتي غيل الدار هاكا ولا خارجة به ولا عينك يا ميزانك كما هاكا غطيتهم خليتهم بسربيتة تكون نقية ونخلهم 11 دقائق ونبدأ تاني نشكل فيهم نجيب الحبات تاعي دي جاني حاطة معاكم في القناة الوصفة تاع الكحك تاني بطريقة تانية تاني وهذا الكحك نعم شو الكحك تاع الأمهات تاعنا من الزمان كان يديرو كانوا بركهما كانوا شوية يعجنو نحن مرانش نعجنو لكن نفس الطريقة نفس المكونات ونفس كين الكحك اللي يديرو غير بالماء ويجي تاني ما شاء الله كين الكحك كيما هاكا تاني يجيب الحليب تاني وكين الكحك بدون بايد تاني ما يديروش فيه كي على البيض دي جاينا كيما في العيد كنت درت الكحك بدون بايد ويجي تاني ما شاء الله هنا نشكل حبة تاعي شغل نتقبها في الواسط كيما هاكا كيما حبة السفنج ونبدأ نمقصها بالمقص هذه الطريقة سهلة وثاني الحبات تتاوعك يجو الشكل التاح ومش باب ولا تبغي تاني تديري حربوش هاكا تلويه وتلسقي الأطراف منه ومنه وتاني تمقصيه ولا دا بالخدمي هاكا تديري هادو زوج طرق تقدري تخدمي بيوم الكحك وتاني أسرار الكحك لازم الفرن يكون تشعل الفرن تاعك على ميتين دراجة ملتحت وتخلي الكوشة تاعك تحمى مليح ومبعدا تدفعي الكحك تاعك يطيب كي تشوفيه حمار تقلعيه هنا بعد اللي خدرتها في السنة كيما هاكا قادي نديله السفر حبه بيض ولا حبه بيض كاملة ديليلها شوية قهوة ولا ديليلها اللافاني ولا خل ولا هاكا باش تذكر ريحة البيض تاني تقطع لك ذاك الريحة تاع البيض تاني تقطع لك ذاك الريحة تاع البيض اطليتها كيما هاكا كيما راكم تشوفو قادي نديله جنجلان ولا سكر من فوق ونخلني ثاني شوية يخمر ونديله في الكوشاي طيب اذو كتشوفو معايا الكحك تاعنا الكحك الغرب الجزائري كان يقولو لها احنا قاع في الغرب بتاع سعيدة ووهرن بالعباس مع اسكر قاح هذا جوية تاع الغرب يديرو هاذ الكحك وتقريبا نفس الطريقة اقولت لكم كان يديرها بلا بايت كان يديرها بالما كان كل واحد دو كيفه هادي هي نضير لها شوية جنجلان ولا شوية سكر واني مشاء على الفرن التاعي هاد الكحك كيما قلت لكم راه جاي العيد الكبير ولا اتنجمي تحضري هاد الكحك في العيد الكبير هذي كالريحة تاعه ما شاء الله تاني لابغيت وصفة لامونة تاني نديرها معاكم خلوا لي في التعليقات كانت معاكم وصفات وتدابير اقتصادية ما تنسوني شبارك اللايك هو اللي طلع لي الفيديو والبارتاج وخلوا لي في التعليقات النوع الفيديوهات اللي راكم بارعينهم اهنا دوكن دينا هي طيب شوفو كو تخرجوه من الفرن غطوه بالسربيتة هاكا باش يطرع لكم ويجيكم الشباب اهنا تقدري تبيعيه بالحبة اه ترواميل سنك للحبة ولا بالكيلو خمسين الف للكيلو غطيه بالسربيتة كي يبرد تماما ديري فصاشية هكا تكونجيلاسيون او تقدري تحتام ديه كمشروع وتبيعيه بالحبة بيعيه طرواميل سنك بالكيلو بيعي خمسين الف للكيلو ويتمشى بزاف 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 الكحك هذا هي كانت معكم وصفات وتدابير اقتصادية اشتركوا في القناة